الملف الليبي الحاضر الأبرز هنا في نيويورك جلسة لمجلس الأمن الدولي فيها إحاطة لبعثة الأمم المتحدة وأخرى للجنة العقوبات المتعلقة بليبيا سبق الجلسة المرتقبة تقرير قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحدث فيه عن السياسة والمال والأمن في ليبيا إلى جانب ملف حقوق الإنسان دعوة للسلطات كافة لمعالجة المشاكل التي أدت لتأجيل الانتخابات هذا ما حواه تقرير قوتيريش الذي شدد فيه على أهمية مواصلة اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب كامل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومع جلسة مجلس الأمن المرتقبة هنا في بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر وزراء خارجيتها تجتمع هي الأخرى وتناقش ملفات بارزة بينها الملف الليبي يبحث وزراء خارجية أوروبا بحسب الناطقة باسم الاتحاد نبيلا مصرالي مسألة تأجيل الانتخابات والوضع السياسي الحالي إلى جانب ملف المرتزقة والقوات الأجنبية يركز الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعادة الزخم الانتخابي وصولا إلى يوم الاقتراع كما صرحت بذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التي دعت لتكثيف الحوار بين الجهات كافة لبناء خارطة طريق سياسية فعالة ألمانيا وفرنسا رعية آخر مؤتمر دولي حول ليبيا دعت كلتا الدولتين إلى الحل السلمي في ليبيا مؤكدة دعمها لإجراء عملية انتخابية شاملة في هذه الأثناء تواصل مستشارة أمين عام الأمم المتحدة اجتماعاتها الموصوفة بالمكثفة عقدتها مع مسؤولي دول فاعلة في الملف الليبي كتركيا ومصر والإمارات وقطر ومع أعين تترقب ما سيجري في طبرق حيث جلسة البرلمان ثم تمن يعتقد أن القرار في النهاية سيكون أممية كما كان يوم توقيع اتفاقي أصخرات وجينيف